لحد ما ابتدى تحكمات غريبة في كل حاجة لبسي، صحابي، أهلي مين يدخل عندنا؟ ومين ما يدخلش؟ ومرة أختي كانت عاملة عملية كان لازم أروح أبت عندها عشان أساعدها لقيته بيقول لي ماينفعش بباتي عند أختك جزوختك ده شخص غريب عنك ممكن يبصلك بصة وحشة بعدين هتعودي إزاي؟ تكلي معاه في نفس الطبق؟ قلت له ده في مقام أخويك كبير هو شخص محترم ومن عيلة وعمره ما هيبصلي قال لي لا يا ماما جزوختك يجزلك لو أختك ماتت يعني مش أخوكي